أفادت وكالة شتيتو براس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن قوات الحوثي استولت على سفينة جالاكسي ليدر عبر إنزال من طائرة مروحية يأتي ذلك فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الحوثي قد احتجزت سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر وصف جيش الاحتلال الواقع بأنها حادث خطير للغاية لافتا إلى أن السفينة ليست مملوكة لإسرائيليين وليس من بين طاقمها إسرائيليون